في الجهة الشمالية من مدينة زنجبار في محافظة أبيان وعلى بعد كيلومترات شرق منطقة الدرجاج تقع منطقة الكثيب المكان الذي ذكره العالم الهمداني في كتاب صفة جزيرة العرب بالكثيب الأبيض نسبة للجبل الرملي حيث تؤكد الروايات أنه لم يأتي نتيجة العوامل الطبيعية في الجغرافيا لكنه بقي محافظا على شكل رماله البيضاء وارتفاعها منذ آلاف السنين دون حدوث تغييرات وهو ما جعل منه مزارا شعبيا خلال العقود الماضية الشكل الطبقرافي للكتيب هو عبارة عن جبر رملي هش مصخور هشة بارتفاع من 100 إلى 150 متر أسفل وادي بعرض 10 إلى 15 متر نحو ثلاثة عقود مضت على إقامة آخر سوق شعبي للزوار هنا حيث كانوا يتخذون منه موقعا لإقامة التقوس الدينية والاحتفالية احتفاءا بروايات تحدثت عن مرور بعض الشخصيات الإسلامية من هنا مع بداية ظهور الإسلام حيث تحتفظ الصخور بآثار لمواضعها بالإضافة إلى حوافر الخيل وأحواض المياه منطقة كثير برامس هذه التي نحن اليوم أمامها كما سلفنا هو عبارة عن ثل رملي كبير بالجهة القربية له جبل هذا الجبل توجد به العديد من الآثار قدسة أسطورية للمكان واحتفاظه ببعض العلامات توحي بأهميته التاريخية كما تكشف أهمية الموقع المميز حيث تتداخل الجبال بالرمال دون التغليل من جماله الذي أدركت الأجيال السابقة كيفية استقلاله وجعلت منه مكانا لإقامة بعض تقوسها الشعبية التي تستغرق يومين متتاليين من كل عام قبل أن يتحول إلى مكان مهجور لطف إبراهيم قناة بلقيس أبيان